سيدنا موسى مر مع ربنا بثلاث مراحل حس ان احنا ممكن نبقى محتاجينهم اول يومين دول ان احنا نفكر فيهم ونستحضرهم في حياتنا اليومية لما ربنا سبحانه تعالى امره هو سيدنا هارون ان هم يروح يتكلموا فرعون فخاف هو سيدنا هارون قال ربنا اننا نخافه ان يفرط علينا او ان يضغى فهنا دي اول مرحلة اننا مؤمن عارف المفهود اعمل ايه ولكن انا خايف فالله سبحانه تعالى قال لا تخاف انني معكم اسمع وارى فراحوا خلاص خدوا الطماءنين وراحوا نيجي المرحلة التانية وسيدنا موسى واقف مع الصحراء ويلقي عصاب فنلاقي هنا فرضو ايه اولا ما شاف الالتعابين والتعام ما الناس يسوى اليوم انها بتتحرك فأوجس في نفسه خيفة موسى هنا فيه خوف بس فأوجس في نفسه خيفة موسى هنا خوف اقل شوية من المرة الاولى نيجي بعد كده لما طلاق الجمعان خلاص بقى هما فيه صحراء امانوا الدنيا الدربكت وجيري هو بقى واللي امانوا معاهم موسى وفرعون حشد الناس وبيجري ووصلوا عند البحر خلاص هما وقفوا بيبصوا ويلقوا الناس جاية وراهم فبيقولوا ان لمدركون فسيدنا موسى هنا بقى وصل للمرحلة الاخيرة خالص اعلى مستوى من مستوى اليقين واقف وشه البحر في ظهره الجيش اللي هيجي عشان يقتلهم والناس اللي معاه بيقولوا ان لو مدركون ما فيهاش حال تاني قال كلا ان معي ربي سيهدين ثقة في الله سبحانه وتعالى ان في موقف يعني مش 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 يعني قلت فيه الاسباب هو انتهت فيه الاسباب ان هو يعني يعده منه لكن هذا اليقين كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر لم تيه بص تاني والله العظيم انت احنا انا عارف ان دي قصة نبي بس هناخد منها حي تيه بص اضرب بعصاك البحر ده عصا وده بحر هضرب حامل ايه لكن هذا اليقين انه يضرب بدون ان يسأل يعني يا رب العصا يعني في البحر هيعمل ايه مفيش فيضرب بعصا البحر فينفلق البحر وينمر القوم وبعد كده ايه يغرق فرعون طيب احنا مالنا بقى ومالك قصة دي رأي شخصي وكالعادن وزاي ما انتو عارفين انا بشارك انا بحب اذاكر العلم اللي انا بذاكره ده وبحاول اشوف التطبقات بتاعته من الدين عندنا عشان بحس ان احنا عندنا كل حاجة يعني فسبحان الله احنا الانسان فيه حاجة اسمها limiting beliefs المعتقدات المقيدة الانسان معتقداته المقيدة دي ممكن تمنعه منه يتحرك فمن ضمن المعتقدات المقيدة ان الانسان يظن ان السعي هيديع هضر وان الاجتهاد في طلب العيش وطلب الاهداف والنجاح كل ده ممكن يضيع فده ممكن يخليه اصلا ما يتحركش ولكن على الناحة التانية فيه حاجة اسمها empowering beliefs المعتقدات المقوية لما الانسان يكون عنده فكرة او معتقد قوي جواه بيخليه متطمن ان هو يبتدي يحرك نفسه ويتصرف فاليقين اللي عند سيدنا موسى اللي احنا مفودي يبقى عندنا نفس اليقين ده في سعينا مع الله سبحانه وتعالى في طلب الرزق وطلب النجاح طلب الفلاح في الدنيا يجب ان يأتي من هذا ال empowering belief او الاعتقاد المقوي ان لا السعي ده سوف يرى ان الرزق ده بيد الله ان النهاردة الحلمك اللي انت بتجري وراء الدنيا عملة الكركب وعملة تغرق ومش عارف تاخد نفسك في امل في امل حتى لو انت واقف في وشك البحر وفي ظهرك العدو في امل انك يأتي من الله فرج انت لا تعلمه ويعني انا اعتقد ان مفيش حد فينا الا والله سبحانه وتعالى رباه كما ربى سيدنا موسى سيدنا موسى تربى ويلاقين ده ايه ده تربية الهية انه رأى من الله سبحانه وتعالى لكنه نبي فيتعلم فرأى من الله سبحانه وتعالى الخير رأى من الله سبحانه وتعالى الكرم والفرج فخلاص بدأ المواقف الربانية اللي بتحصل معاه تتبني جواه في ايمان ويقين قوي يحرقه ان هو يواجه اللي جاي فكرا ما انا انا ظن بالله سبحانه وتعالى ان هو لم يترك عبد الا وعلمه وإلا وسطره وكرمه في وقت هو ممكن يكون ما كانش يعني يستحق القرم في وقت ما كانش يستحق اي شيء وانفيش وقت احنا نستحق فيه شيء وهو كل شيء من الله سبحانه وتعالى فضل بس حتى انت من وجهة نظرك حاس ان انت في الوقت ده انت وحش وفي الوقت اللي انت وحش فيه ده ربنا كريم وفي الوقت اللي كانت الدنيا بتقفل فيه ربنا بيفتحها وفي عز ما الدنيا كلها تبقى مخبطة مع الناس اللي ايها سلكة معاك وتلاقي ناس فيه فيه كتير كل واحد ديه مع الله علاقة لو العلاقة دي ما تترجمتش لإيمان ويقين ينفعك ويجعلك تعمل بكلام الله سبحانه وتعالى هو السعي والاجتهاد والحركة والضرب في الصخر والضرب في الارض والضرب في الدنيا لو الإيمان هو اللي ما حرككش كده اقول ايه لها حركك فلا تفقد اليقين في الله سبحانه وتعالى خلي يقينك في الله سبحانه وتعالى محرك لك في ان تفعل ما في وسعك ما في حدود امكانياتك ما تستطيع ان تفعل لا تشغل بالك باللي انت ما تقدرش تعمله او تغيره واكتهد في اللي انت مأمور عليه وهتتحاسب عليه مع الله سبحانه وتعالى كل واحد يستعين بالله ويكتهد والله سبحانه وتعالى يرزخنا حسنا اليقين به لأنه منجري في الدنيا في الآخرة بإذن الله أزيكم الله خير وسواعي